بخطوات ثابتة تتواصل المعارك لتحرير مديرية عسيلان وبيحان من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مع انتصارات كبيرة يحرزها القيش الوضني والمقاومة الشعبية في كل القبهات المعركة سائرة اليوم بطيرها عليها على جميع المحاور وجميع المحاور تحقق انتصارات كبيرة والخسائر في جانب المقاومة قليلة او لا توجد اليوم الحمد لله وسائرون الى التحرير بالاذن الله الى النهاية تمضي قوة شرعية لانجاز مزيدا من الانتصارات على الارض على الرغم من وجود شبكات الالقام التي وزعت الميليشيا في اكثر الاماكن هنا وبدأ سكانة نفس الصعوداء بعد تحرير اهم المواقع التي كانت تحت سيضرة الميليشيا في حينما يزال القيش الوضني يفرضوا حصارا على المواقع المحصنة بالنسبة للمعارك الجبهة تحركت من النقطة الاولى اللي هي نقطة الجحفة واتجهت المعاركة الى ثلاثة محاور باتجاه حيد بن عقيل وباتجاه الهجر وباتجاه طوال السادة وتم التقدم في هذه المناطق كلها وتم دحر الميليشيات من النقطة الرئيسية التي كانت مركزين فيها والذي كان يعاني المواطنين منها اشد الويل من البهذلة والتفتيش والتعسف للمواطنين ويعتبر شران حياة قطعوه الحوثيين بل وصل بهم الحد الى انهم منعوا دخول الجنائز الأبطال يقدمون أروع البطولات في غرب حيد بن عقيل امتداداً على مشارف النقوب هما اليوم هما على مشارف النقوب الآن يرانا تدك المواقع حتى في حيد بن سبعان قادرين تصلها الثلاثة والعشرين وتصلها للمواقع الهاون للمقاومة والجيش في حالة في معنويات عالية جدا هكذا تستمر العماليات العسكرية من مختلف المحاور ويوما بعد آخر تتهى تحصينات ودفاعة الميليشيا تحت ضربات الجيش الوطني وطيران التحارف العربي معركة لطالما طال انتظارها معركة حاسمة يخذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير آخر معاقل الميليشيا في محافظة شبوة ولليوم الرابع على التوالي ما تزال معارك على شدها إبراهيم حيدرة قناة بلقيس من جبهة عسيلاء